اهلا بحضراتكم الجديد يمكن كرة السلة عندنا قطاع ناشئين قوي والدليل على كده ان الفريل الاول بقيادة مستر اجوستي فوش بيستعيم بعدد كبير من ناشئين عندنا محمود وليد عندنا مؤمن طريخ خيري عندنا عبدالله ناصر عندنا لعيب حتى اللي طلع من تحت كان عمر زهران مودي حسام اللي طلع اعارة يعني عندنا مجموعة كبيرة جدا من ناشئين المصعدين فده كان عامل مشكلة للفرق في بطولة القاهرة عشان كده شفنا بعض الهزة اللي حصلت في بطولة القاهرة وكان فيه تفوق منادي الجزيرة واضح عشان لعبتنا بتلعب مع الفريق الكبير وده وضع طبيعي لانه انت عندك الاهم هو الفريل الاول ونتائجه وبطولاته وكده لان ده اللي يعني العالم كله بيتابعه فلما النهاردة دوري السلة متوقف عشان المنتخب بيستعد الويندو الاولاني في تصفيات كأس العالم ناشئين بيلعبهم مع فرقهم كان مرضود ده ان النتائج بدأت تتضبط يعني فريق الشباب لكورة السلة بقايدة كابتن ياسر ابو الفتوح فاز على نادي الزمالك في صالة كفر الشيخ منذ يومين بنتيجة سبعة وسبعين خمسة وستين زي ما حدركم شايفين النتائج بدأت تضبط لان اللعبة بدأت تتمرن مع فرقها وخلال التوقف طبعا اصد التوقف انما لو رجع الدرجة الولى تاني هيكون غالبا متولة الجمهورية او الشاكت على الانتهاء المطش ده شاهد تقلق اكتر من اللعب ومن ترخير دي في الصورة واحمد يحيى وطبعا اضارها فنيا كابتنسب فتوح بكفاءة واقتدار كان مهم انهم يكسبوا المباراة دي عشان اللعبة تستعيد الثقة مرة اخرى خاصة انهم استعادوا تاني لعبتهم زي محمود وريد ايضا لعبة اللي بتلعب مع الفريق الاول وده طبيعي وده طبيعي بس ما نزعلش لكده لانه الدرجة الاولى هي زي ما بيقولوا الاساس او هي الهدف اللي احنا كلنا بنعمل ده عشان نطلع على العبدي الفريق الاول